قالك إن الجماهية بتبقى عايزة تكسب 4-5-6 بس المدربين بيبقوا فرض الملعب بيبقوا مستمتعين بأمور تكتكية مختلفة بالضبط هو قال يعني أنا كمشاد كنت بتفرج يعني مش مدرب ما استمتعتش ممبران هذا بس استمتعت بالاتنين المدربين الاتنين المدربين عارفين هم محضرين عايزين إيه إمتى لما أنا ما يخش فيه جون هعمل إيه لما مثلا الجون يتأخر دائما هو قال لو أنا ما جبتش في أول عشر دايو نازل اللي أنا أجيب لو اتأخر هعمل إيه لو دخل فيه جون هعمل السيناريو إيه فدي من الحاجات المدير الفني في الموارشات الكبيرة لازم يكون مركز وعمل كذا سيناريو نفسه علشان ما يجيش يتفاجئ بحاجاته وبعكده تلاقيه اطلق بط في المباراة تلاقي الأحداث مع الجمهور مع الدوشة تلاقي نفسك مش قادر تدير المباراة يعني من أكتر العيب عجبك النهار دي هو أكتر من اللاعب النهار دي هو كانوا في نص الملعب يعني يعني صراحة النهار ده أكرم وإمام ومروان كانوا عاجبيني في إيه إنهما كانوا بيرتدوا بيتغلطوا كويس بيأخذوا الكرة تانية على طول بيحاولوا يطلعوا الكرة كويس غير الموارش الأولاني الموارش الأولاني كان أكرم بيعمل شوية ميز باص إمام كان بيعمل مجهود بيمشي بالكرة كتير فلا الموارش دهوة صراحة كانوا كويسين جدا تغييرات مرسي كلها للنهار ده عجبتك آه تفاجئت النهار ده بديانج يعني هي كلها تغييرات كانت متوقعة يعني بعد ما كنت إنت كذبان بس أنا لما شفت في الشاشة ديانج أنا عماله ولمين اللي هينزل لو حد من نص الملعب يعني أكرم ولا مروان كوكا ولا كذا ففاجئني كوكا مصاب لا فاجئني فأنا عماله ولم نفسي طب هينزل مين طب هينزل مين لو حد عايز يدافع أنت مش في البالك ديانج بقاله كتير ما لعبش كتير عارف أنت ما كون واحد مش في التلاجة فوق كمان فأنت روح تمنزله دي دي تبين بإيه بقى إن اللعبة النادي الأهلي كلها بيتموت نفسها في التمرين كلها عايزة تبقى جاهزة ومستنين قرار للمدير الفني إن هو يلعبه صح فديت حاجة كويسة جدا في الجيل بتاعنا كان كده إن انت بتطمرك كويس مستني بس معناه الجزي يقولك ابدأ فأنت لما تلعب هتبقى كويس